السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم المفضل أبو سلوال نيوز البرنامج اللي بيجيكم كل يوم سبت السلام عليكم قديش بتوقيت أبو سلوال كرينتش بداية إذا كنت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لحتى يوصل لكل فيديو جديد ويلا فينا على أفرز العنوين قام نادي ليفانتي بعملي ممر شرفيا لنادي ريال مدريد بعدما رفضت جميع الأندية القيام بهذا الممر نادي ليفانتي الذي قام بعمل الممر ظنا منهم أن الريال سيسمح لهم بالفوز وذلك لعدم هبوطهم للدراجة الثانية لكن ريال مدريد طلع نادي واطي وما بستاهل الممر الشرفي وجلد نادي ليفانتي بستة أهداف مقابل الصفر وقررت اللجنة الرياضية العليا في أوروبا عمل بطولة تجمع فريق برشلونة مع نادي السيدة العجوز لكي لا ينتهي موسم إحداهما بلا أي لقب وذلك بعدما جلد نادي ليوفي من نادي استحالي الزرق في كأس إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدفين رسمياً نادي مانشستر سيتي يقوم بالتوقيع مع الموهبة الفذة الخارقة المتفجرة المتهلهلة المتزمجرة إيرينغ هالند بثمانين مليون يورو قادماً من برشلونة حيث قام باللعب لنادي برشلونة لمدة خمس دقائق على صفحات الكوليز ومن المتوقع مشاهدة مانشستر سيتي في نهاية دور أبطال أوروبا الموسم القادم وخسارته البطولة بجدارة واستحقاق لأن الفيلسوف قد تفل سفا ووضعها لند على حراسة المرمى أما في ألمانيا فقد قرر المهاجم ليفندوفسكي مهاجم بايرين مينيخ عدم التشديد للنادي وإشاعات تقول أن وجهته هي نادي برشلونة طبعاً زهيق من الفوز مع بايرين مينيخ فحب يجرب طعم الخسارة والمرمطة والذل والعيش الماكلة 600 أكس فقرروا على برشلونة فاصل قصير من ثم نواصل نشرة الأخبار أهلاً وسهلاً بكم من جديد طبعاً كالعادة من حب نشكركم أعزائي المتابعين على كل رسائلكم الحلوة تمنياتكم لي بالشفاء العاجل وعلى دعمكم الرهيب في آخر المقاطع دائماً يعني لازم نشكركم ونقولكم أنه هذا المقطع رح ينزل أبو سروال نيوز بعدها رح أخذ إجازة لحتى نتعالج من العصب السابع ورح أسافر لازم تيجوا على الإستجرام عشان تعرفوا أنا وين رح أسافر المكان رح أسافر له كثير حلو يعني أصلاً مجوز العصب السابع أول ما يشوف المكان لحاله يزبط فأعزائي المتابعين بدي تتحملونا بس لبينما يزبط وجهي وأنتو يعني عشتوا معاي أمراض كثير تمام هيك أعزائي إن شاء الله رح نرجع لكم فيديو دورة أبطال الدار اللي هو نهائي دورة أبطال أوروبا وبعدها نرجع نشتغل وإن شاء الله أنه وجهي يكون زابط فإجراءاتكم بالدعاء كثولنا الدعاء الدعاء هذا لايك ماشي يكثرونا اللايك رسمياً توماس مولر يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى عام الفين واربعة وعشرين يزم خلص خلص قرف يقرفك يزم من الفين واثنين وأنا بسمح في اسمك في الملعب يا رحامني خلص يا مقرف يا زنخ رسمياً جالوي جي بفون يريد الاستمرار مع نادي بارما لموسمين آخرين يزم شو بدك بفون أخوي مديون إنت مديون بدك مصاري في شي ناقصك خلص يزم شان الله أكو والله جي لك نصهم في القبر شو هذي يزم يزال ما أنا قربت موت وتري السبت له رياض محرز بعدما قام بعمل ريتويت لمنشور يتحدث عن إعادة مباراة الجزائر ضد الكاميرون قام تويتر بإلغاء توثيق حسابه ايه 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 أنا قال له ماسك أنا اشتريت تويتر عشان حرية التعبير بس شاطر لتهزي رأسك وتقول لي أنه أنا من الفضاء الله بقدر شتف بلاها عليكم التف وإنتم أنه والله في جواتي تفة صحيح هذا أغنى رجب العالم بس بستاهل التف حرية التعبير قلت لي ها رائب ماشا هيك رب تزبط هالدف لقى مدريج عن رودريجو قائلا رودريجو لاعب رائع ومميز علاقتي به لطيفة جدا يناديني أحيانا بأبي عندما اكتشف أني في نفسي عمري أبي شو؟ شو اللي بنفس عمره بي يا زنان؟ مدريج عمره 36 سنة ورودريجو عمره 21 سنة يعني لما أبو رودريجو تجوز أم رودريجو كان عمره 14 سنة ٹ أشهر يعني سنة اللي بينما خلفو رودريجو يعني رودريجو خلفوه بعد يعني كان عمره به الخمسة خيّل معي ياعزيزي إنه أبو رودريجو لما خلفو كان عمره 15 سنة يعني أبو رودريجو مكانش بالغ عاق الاشي كان غبي لسه وكان طفل خلف رودريجو جلد مشي Australи تاكتيك باس فيروح يمين بالنصفك تحت قورديلا؟ آخر شيء يا بوطل عمر 15 سنة جاب حقاً The Sun البريطانية تعنون ماذا يحتاج منشستر سيتي من أجل تحقيق دور أبطال أوروبا؟ محتاج أنه ما يشارك فيها إنه هاي البطولة للرجال فقط محمد صلاح عبر الإنستجرام بعد تآهل الريال لنهاية دور أبطال أوروبا صر حقائلة لدينا نتيجة لتسويتها كابتن محمد صلاح أنا متفاهم شعورك ويمقدر شعورك وأنا معاك ولست ضدك أحب ما علي أنك تتوج في طول الدور أبطال أوروبا يعني لاعب عربي وبهمني كثير بس اللي غلط معاك راموس راموس أوكي؟ هذا ريال مدريد يعني إشي غير عن راموس وإشي غير عن الإشي اللي أنت بتتخيله بس بس روك شو أنا فاهم والله فاهم أنت متخيل بعد كل هالتصريحات ما شاء الله كل خمس دقائق بنزل تصريح نازل كارت محمد صلاح هسا لو أفتح لإنستجرام حلقين بنزل تصريح بس أنه يعني تفاهم؟ فاصل قصير أعزائي المتابعين من ثم نوصل نشرة الأخبار أبو أنا أحكي أخبار أحكي أخبار بس المهم فاصل قصير لأنه تغير اللوكيشي أنا حالياً في دبي أنا حالياً في دبي أعزائي المتابعين لحتى أتعالج زي ما بتعرفوا أعزائي المتابعين أنا معي العصم السابع نص وجهي مشلول فحكوا لي بتروح على دبي بتشوف جمال دبي نص وجهك الثاني بنشاهد طبعاً يا جماعة إحنا صورنا حلقة أبسولان نيوز قبل خمسة أيام من موعد السفرة ولكن باسم ظهر ووجع بعدين هو راح أخذ إجازة يومياً فتأخرنا تنزيل الحلقة ففي كثير أخبار صارت ولازم أحكي لكم هاي الأخبار عبالكم أنه جاي على دبي فقط أتعالج لا جاي يحكي لكم أخبار رسمياً نادي مانشستر سيتي يقوم بعمل تمثال لسيرجيو أقويرو ألو كيف حيشوفه؟ ألو وين سيرجيو أقويرو بالموضوع؟ مانشستر سيتي يعني أنتوا فوق من أنتوا نادي مطي أغذية هذا كروس يا جماعة والله العظيم كروس من وين جبتوا لي أقويرو؟ بعدين دقيقة يعني بغض النظر عن إنه كروس ولا مش كروس هو كروس إحنا عارفين أسطورة النادي تبعكم أقويرو؟ أسطورة النادي كاملة أقويرو حلو لو عملت تمثال لرياض محرز والله كان أشرف لك رسمياً محمد صلاح يتعرض لإصابة مدوية أمام تشيلسي بعد ما انقض عليه روديجير بانقضافة النمر الأسود طبعاً بعد ما انصاب محمد صلاح شوفوا ايش في أنا لا أريد لك الصور ما هو باسم المفروض يعرض لك الصور والله أنا غبي نظرة محمد صلاح تقول آه يا ابن الكلب بيني وبينك يا محمد صلاح أحسن بك والله أحسن لا يعرف ان هما هيفوزوا فمش حلو بحدك انه انت تلعب وتخسر بعد كل الهياط اللي هايطو فهااا يعني هاي طره هدية من ربنا والله العظيم شايفين يا جماعة هاي التفاصيل؟ هاي التفاصيل تخدم ريال مدريد ما بتعرف كيف إصابة محمد صلاح إصابة فان دايك أليسون مش عارف شو مال رجله هاي التفاصيل هي اللي بتخدم رياة بدريد رسمياً ليباندوفسكي يقوم بتوديع جماهير بايري ميونيخ بالبكاء طبعاً حيصير يمكن ليش؟ يعني تخيل اللي كان يعرض له كيميتش عرضية على راسه هسا اللي حيعرض له جوردي قلبه طبعاً ما هو غصباً عنه حيصير عيط أنت متخيل؟ هو رايح على نادي هو ماسح في الأرض احتفاله ليباندوفسكي في الدور الألماني بقميص بايري منخ 2014-2015 الموسم الذي خسر فيه من برشلونة بنصف النهائي لست من أصحاب النظريات المؤامرة ولكن هل هي مغازر البرشة أم مجرد تصرف عفوي؟ مجرد تصرف عفوي أكيد هو ما بتغازل في برشلونة عشان وقع معاه هو أصلاً ما بده برشلونة تحسوا هو إذا أجع برشلونة حيكون مخصوب وبالمناسبة أنا عشي لنا في دبي طلعوا طلعوا الحب اللي بوجه حسبي الله ونعم الوكيل طب يعني هذا منظر واحد يكون في دبي والله الناس أسناً تخاف تخاف The Sun لاعب شاب في الشامبيونشيب سيعلن عن شذوذه الجنسي بشكل رسمياً الأسبوع المقبل مين ممكن يعلن عن شذوذه؟ حسناً شوفوا منطقياً هو أوديغارد ولكن على حسب الإمكانيات فهو أكيد جرقرانيش إمكانياته تخدم الله لا يوافقه يا الدور الإنجليزي هس أول ما يعلن النشاذ بروحوا وبعطوه بطاقة فيفا 98 القفز 99 تحكم بالكرة 320 الكرة؟ الكرتين كيف حال كنتوا؟ شو أخباركو؟ رسمياً بنزيمة يحصل على جائزة أفضل لعب فرنسي خارج بلاد المقدمة من رابطة المحترفين الفرنسية غصباً عنكو غصباً عن اللي خلفوكو تمام؟ ولا مش تمام؟ لازم تتابعوني على الإستقرام؟ يما شكري لازم تتابعوني على الإستقرام عشان تشوفوا الفعاليات اللي بنعملها في دبي فرنسي خارج بسكري سلام عليكم رسمياً انفصال أبو هشيمة وياسمين صبري بعد سنتين من الزواج ها شايف يا عزيزتي؟ يعني حتى لو كنت حلوة حتى لو كنت صوخ حتى لو كنت مثقفة حتى لو كتب اسمك على أعمد الجرش حيخونك حتى لو كتب اسمك على أعمد الجرش؟ الله لا يوافقه أنا ما تأكد أنه من متابعيني حيخونك هو نفسه اللي كتب اسمك على أج... حيخونك الشخص الوحيد اللي ما رح يخونك هو اللي بيقولك انتي مرتي والي هذا ما رح يخونك هذا رح يمر مطعشتك فضيحة أخرى تهز الفيفا ما شاء الله الفيفا نازلين زي الرقصات كل شوي فضيحة منتخب تشيلي يطالبوا بإقصاء الإكوادور من كأس العالم اللي مش فهم شو القصة عزيزي المتابعين هو أنه منتخب الإكوادور باقي يشارك في تصفيات كأس العالم وفي عنده لاعب بجواز سفر وشهادة ميلاد مزيفات فإنه من حق منتخب تشيلي أنه يطالب بإقصاء وكيف يعني مرقت عليك يا فيفا؟ لاعب مش لازم يكون موجود هان يمكن هو أثر، يمكن حط قول، يمكن خلاهم يتأهلوا كيف تبدت هذا؟ يعني فيفا قد الدنيا ومش عارفين تكتشف هذا الإشي؟ طبعا سبحان الله السلفية بتطلع بتقول نعم كلام تشيلي صح وتم إقصاء الإكوادور وهاتون تشيل أما الجزائر وبكارجة السماء أما الليزر لا ما آه مين؟ مش شو عادي يعني شو ظروف إنما هاي تزوير ما بصير يرغب بيب بيكوارديولا بتجديد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام ٢٠٢٥ المدرب، المدرب؟ المدرب عازم على الفوز بدور أبطال أوروبا يخوي انت عازمه بس ومش عازمك فاختصر ارجع برشلون عزم خلاص رسميا وداعا إبرامو فتيتش تم بيع نادي تشيلسي إلى تود بويولي وشركائه مقابل ٢٠٠٠٠٠٠٠ جنيه استرليني احنا تعودنا عزائي المتابعين إنه تشيلسي إذا بيجيه مدرب جديد بحقق دور أبطال أوروبا فما بالك إذا جاب رئيس جديد شو رحقق؟ مش حققش شو؟ أول مباراة كان في الملعب يتعادل مع ولفا الغامط اثنين اثنين وبالدقيقة روح روح انت فكر لك روحة بيجيه لنادي صار رئيس رومان إبراهيم وبتيتش الروسي الذي لا يهزم ألوه السياسي الفرنسي من اليمين المتطرف ديميان ريو نشر تغريدتين تعودان لعام ٢٠٢٠٠٠ يتهم خلالهما بن زيمة بأنه يروج للإرهاب طيب؟ يعني شو ليش الجديد؟ ٢٠٢٠ روج للإرهاب ٢٠٢٢ طبق الإرهاب في دورة بطاله روم كنترول خلي أخذ دونروم تعملنا اثنين قهو واحدة وسط والثاني حلو رديفو برشلونة استقبل فريق سباديل في ملعب يوهان كرويف وسط حضور كبير من جمهور الضيف ٢٠٠٠٠ مشجع من أصل ٣٠٠٠ فقط ممن يسمح لهم بالدخول من جمهور الضيف ولكن جمهور الفريق باعوا تذاكرهم لفريق سباديل بيع بيع أخوي بيع ما هذا الشاطرين فيه؟ ولا أنا قسكوا مصاري قلت تروح تآزروا لفربول ضد ريا المدريد في فرنسا؟ يا الله يا الله ما عاش قادر ما عاش قادر كجمهور كتالونيا ختم ختم خلص بس رغم هيك في اشي قاهرني انه ببيع تذاكر مباريات الرجال إنما تذاكر النسوان بتلاقيه بيحضر شو بسوي ما بعرف ولك يا كوليزي يا كتالوني تقهرني؟ بكرا كيد حيفلسوا محتاجين يحجزوا تذاكر ضد ريا المدريد في السوبر الأوروبي بس مين حيلعب ضده في السوبر الأوروبي؟ أنتريخت؟ إذا لعب أنتريخت ما هيبيعوا تذاكره لأنه ريا المدريد هو أنتريخت فرنكوه ما بتزلط رسميا برشلونة يقوم بعمل ممر شرفي لنادي ريال بتيس بعد تحقيقه كأس الملك الحلو يا جماعة أن برشلونة لسه بنافس وبرشلونة حاليا في القمة واللي عنده اعتراضي راجئني برشلونة حاليا بنافس بالفضائح بالمصائب بالعار إذا في حد بنافسه هو يوفنتوس بس يعني برشلونة هو التوب والباقي هو فوتوشوب فبالتالي برشلونة بنافس سداسية سداسية فضائح والله شو؟ دوري أوروبي باعوا تذاكرهم هي باعوا تذاكرهم عمل ممر شرفي ضائر لقبين ضائر لقبين وإن شاء الله وشجعوا كل الأندية اللي ضد ريال مدريد لقب لقبوا واحدون يفصلون عن التتويج بالعار الله يوفكوا بقول لك كيف أجاك العصب السابع من ورفضان عارضهم يورغين كلوب يطالب الاتحاد الأوروبي بأن يكون حكم نهاي دوري أبطال أوروبا هو الحكم سيكازوي حكم مباراتي تونس ومالي هذا الصح إذا أجل حكم هذا بنهي لك المباراة في دقيقة 85 ومو ركب تزبط يا كلوب والله أشتغل عن موضوع هذا الخبر من جيبتي بس يعني إذا بزبط والله طالبوا فيه هذا هو الحل الوحي رسمياً ليونيل ميسي يوقع عقداً مع السياحة السعودية حيث أصبح سفيراً للسياحة في المملكة العربية السعودية بكرة أول مباراة في كأس العالم بفسخ العقد حيلعب طبعاً ومسي حقول تعال تشقنا إنشق أبوك فيش مصارق لأه بند في عقد هلند وضعه رايولا قبل وفاته ألا وهو يسمح للعب بأن يغادر السيتي في أي وقت كان إذا قدم له عرض من برشلونا أو ريال مدريد رايولا ما مات رايولا عايش يخرب بيتك من حال يسمحاته وانت ميت يا الزلم يرحمني أنا متأكد في بند في بند إنه في إلو مكافأة إذا بوقع على برشلونا أو ريال مدريد وتروح تحط له المصاري في عقابره متأكد إنه في هيك بند يلا إيش بدك؟ جمهور نابولي يرفع لافتة مكتوب عليها سنعيد لك سيارتك عندما تستقيل اللي مش فاهم جمهور نابولي سرق سيارة سفاليتي مدرب نابولي ورفع لافت يقول له لما تستقيل مرجع لك السيارة الله أنه أسلوب خرافي جمهور ماشيستر نايتد اعتمدوه مع أني ما أتوقع يزبط مع هاري ماغواير بس اعتمدوه نادي يوفنتوس يفجرها ويعلن عن التقم الأساسي الجديد الخاص بالموسم القادم والله حلو يلا كويس يوفنتوس عمل إش منيح هذا الموسم صحفي إنجليزي لهاري ماغواير ما رأيك ببولي سكولز أسطورة ألمان يونايتد؟ قال هاري ماغواير لا أعرف فأنا لم أتذوق بوله من قبل ايه ايه اوكي ماشي ولهوان بتكون انتهت عن خطنا هذا اليوم أعزائي بتابعين بتمنى أنها تكون عجبتكو في حالة عجبتكو لاتحط لايك شير ستسكرايب آآ في عنا منشور الأسبوع أو صورة الأسبوع خلينا نشوف مع بعض صورة الأسبوع موسيقى هذا ابن هزارت يا جماعة ابن هزارت ولكن هو منطقياً ابن قرثبل يعني أنت تطلع عليه قرثبل إذا بشبهها بشبه قرثبل أكثر من الزارت بشبه قرثبل أكثر من قرثبل نفسه المستشفى؟ آآ أنا عارف إصابات ومش عارف شو تيجوا نسوانكوا تزوروا بعض وكل شي صار فجأة بانتوا قذتوها بنفس المستشفى بجوز قعدتوا خمسة شهر وانتوا تناموا يعطيكو ألف عافية أعزائي المتابعين انتهت حلقتنا هذا اليوم بس قبل أن ننهيها خلينا نستذكر إخواننا في المسجد الأقصى وإخواننا في فلسطين والإنتهاكات اللي قاعدة بتصير نتمنى منكو أعزائي المتابعين ونتوقفوا مع بعض وقفة رجل واحد ويتأذروهم وتدعموهم وتدعو لهم بالسراء والضراء لايك شير سبسكرايب تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على إستجرام عشان تعرف وين بسافر والله أنا بودي أن أحكي لكم بس لأ تعالوا على إستجرام وراح أحكي لكم قبل ما أسافر وين أنا بجوز أصلا الحلقة هاي تنزل وانا بسافر لأنه برضو باسم يخوان مصاب باسم بمنتج بالحلقة بقعد يومين لأنه ظهروا بده عملية ومش عارف إيش فخلص تعالوا على إستجرام عشان تعرفوا أنا وين بسافر وحنعمل لكم فعليات جميلة جدا إن شاء الله رابط خناة الجيميك تحت في ديسكريبشن ورابط التك توك بتلاقوه تحت ورابط الفيسبوك شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة